السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ايها الاحب الكرام ونحن في ختام هذه الحلقة وكلنا استعداد لاستقبال هذا الشهر الفضيل شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر الردوان شهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن علينا جميعا ان نجدد التوبة في قلوبنا كل واحد معنا يصلح بينه وبين خالقه يخلو في لحظة من اللحظات مع نفسه ويناجي ربه ويقول يا رب اني تبت اليك توبة نصوحة يا رب تقبل مني هذه التوبة واجعلني يا كريم من عبادك للخالصين المخلصين المخلصين يا رب وتقبل مني كل عمل صالح اجعله خالصا لوجهك الكريم بغير سمعة ولا رياء وارزقني يا ربنا الصدق واستر عني واستر عني ما مضى واستر عني ما بقي كل واحد منا ايو الاحب الكرام يجد ابنية انه سوف يصوم هذا الشهر الفضيل بصدق ويقيم لعله اخر رمضان من يدري هكذا يقول الصلحاء يقول لك حاول ان تضم او تعتقد ربما قد يكون هذا اخر رمضان لي في الدنيا فالاصمه صياما صحيحا كل واحد منا يعقد العزم على انه يؤدي الصلاوات الخمس كلها في المسجد مع الجماعة خصوصا الفجر والصبح وكذلك العيشاء مع الترويح والعصر الذي يقع فيه عادة تراخي في بعض الناس كل واحد منا يحرص على ان يقتني مصحف شريف ويختم القرآن على الاقل مرة او مرتين وهناك من يختمه خمس مرات في هذا الشهر الفضيل على الاقل تقول لك ختمة او ختمتين في هذا الشهر كل واحد منا يأخذ نصيب من المال الذي اعطاه المولى عز وجل ويتصدق به على الفقراء والمساكين ويوسع عليهم كل واحد منا يحرص على انه يصل رحمه لمخص معهم او اللي عندهم معهم شناءان يقول عث الله عما سلف ويترق الابواب ويقول مسامحة في الدنيا والاخيرة ولا داعي للجدال لا داعي للمناقشة عاث الله عما سلف احنا ولد اليوم ولك نبعد مكالمة هاتفية او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي رسائل وكلمات طيبة نهدئ بها النفوس وفي هذا الشهر الفضيل كل واحد منا يكتر من الدعاء لان الدعاء هو مخ العبادة لبغيتها على الله عز وجل سميع قريب يعطيها لنا ونكتر من الحمد نكتر من الحمد لله لان ربنا عز وجل كلما حمدناه وكلما شكرناه كلما زادنا من فضله فاللهم لك الحمد يا رب العالمين يا فاطر السماوات والأرض يا من جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة متنى وثلاث وربع اللهم لك الحمد يا من توحد بالملك والملكوت لك الحمد يا من تفرد بالعظمة والجبروت لك الحمد يا الله يا واحد يا ديان يا عظيم يا حنان يا منان لك الحمد يا رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما لك الحمد يا رب العالمين على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس لك الحمد يا رب العالمين لك الحمد يا عزيزي وهاب اللهم يا كريم يا تواب يا مسبب الأسباب ويا خالق الخلق من تراب اللهم اغفر لنا اغفر لنا أجمعين اغفر لنا ولوالدين ولأحبابنا ولأقاربنا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات يا غافر الذنب يا قابل الثوب يا شديد العقاب يا دي الطول لا إلاغ إلا أنت اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أرزقنا فيه الخير وأرزقنا فيه البركة وأعن فيه على الصلاة وعلى الصيام وقيام الليل والصدقات وطلب العلم ونشر الخير والفضيل بين عبادك واجعلنا نسل الرحم ونعفو عن المدنب والمسيء اللهم اجعلنا نبدأ صفحة جديدة مشرقة في هذا الشهر الفضيل اللهم يا ربي كريم ورخص أسعارنا رخص أسعارنا رخص أسعارنا اللهم كثير خيراتنا اللهم كثير خيراتنا اللهم ارزقنا جميعا رزقا واسعا طيبا مباركا يا رحمن يا رحيم ارزقنا الرزق الواسع الطيب المبارك إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين يا حنان يا منان يا عظيم الشان يا ربي كل من عنده فقر وعنده حاجة اللهم وسع عليه يا بسط اليدين بالعطايا اللهم سخر لنا الرزق الواسع يا سبب من لا سبب له ويا سبب كل دي سبب ويا مسبب الاسباب من غير سبب اللهم سبب لنا سبب لن نستطيع له طلب يا ربي يا كريم اكفنا بحلالك عن حرامك اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك وارزقنا رزقا واسع حلالا طيبة من غيرك الدم واستجب دعاءنا من غير رب اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك في هذا الشهر الفضيل ان ترزقنا التوبة وترزقنا الانابة وترزقنا اليقين بفضلك وجودك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا حنان يا منان شافي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين وارزقنا يا ربنا الصحة والعافية وتمام العافية اللهم يا حنان يا منان بارك لنا في الأولاد والبنات والزوجات والأخوات وبارك لنا في العائلة والأحباب اللهم يا رحمن يا رحيم يا ثالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى يا ثالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى يا رب إنك تعلم دنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم حاجاتنا فقدها وتعلم أعداء نفك في نشرهم اللهم ارحم تضرعنا بين يديك اللهم ارحم تضرعنا بين يديك وقومنا إذا وججنا اللهم وكلنا وليا ونصيرا ولا تكن علينا يا رحمن يا رحيم وتب علينا وارزقنا مغفرة إليك يا غفور يا رحمن يا رحيم افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة اللهم افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا ربي يا كريم إن عبيدك بن عبيدك بن إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم احفظنا جميعا بما حفظت به القرآن العظيم اللهم رعنا بما رعيت به القرآن العظيم صدق الله العظيم صدق سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتخبيرا صدق الله العظيم المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا صدق الله العظيم المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العزيز الوهاب الكريم التواب رب الأرباب مسبب الأسباب خالق الخلق من تراب اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن نسألك اللهم أن تزيدنا من فضلك ومن نعيمك اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اغفر دنوبنا ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا في أرزاقنا يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره بين الكاف والنون اللهم فرج عنا أجمعين فرج عنا الهموم وفرج عنا الغموم واشفنا وعافنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعداب الأخرة اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واختم لنا بالحسن اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله